أذهب معك لمنتخب مصر والحقيقة يمكن روي فيتوريا جاء فيه توقيت صعب جدا والحقيقة سبقوا سي في محترم بيقول انه مدرب على مستوى تجربه قبل كده الى حد كبير كانت نجحة مع فرق كبيرة سواء في السعودية او في البرتغال وناس كتير راهلت على انه يقدر يقود المنتخب الوطني في الفترة اللي جاي عنده مباراة مهمة جدا مع ملجيكا يوم الجمعة اللي جاي شايف المباراة دي ازاي وانه مطلوب من روي فيتوريا انه يقدمه لجمهور الكرة بصرف النظر عن نتيجة المباراة يعني ما تقاليش حد مراهن قوي على انه مطلوب منه يكسب بلجيكا لكن ايه اللي مطلوب منه يقدمه احسن حاجة في السي في بتاع الراجل ده انه بقاله لانا فهمته انه بقاله تلات سنين الراجل ده متعدلش تعادل سلبي ده يدينا انطباع عن الراجل ده راجل هجومي راجل بيشتغل حتى التعدلات بتاعتها كلها يعني واحد واحد اتنين اتنين لكن مفيش تعادل من ثلاث سنين سلبي في كل الفرق اللي مسكها ده مؤشر يدي لك ان الراجل ده بيشتغل بهذه الحتة الهجومية كويس جدا احنا كان عندنا يعني الناس اللي قبل كده شوية قصة الدفاع وقصة انه هو قال اني يخش في جون ده المدرب اللي بقى كده ده مع شطارته طبعا وفي ناس كتيرة جدا كانت شطرة يعني في الموضوع ده بس ما عشطارته انت بتودي للعيب او بتبعث له كده رسالة ان لا خلي بالك فاللعيب نفسيا بيبقى عنده انكماش شوية في الحتة الهجومية خروجنا بالكورة ما بيبقىش بيبقى بالزبط لان انت خلي بالك انت بتلعب على حكتين بتلعب على مساحة وعلى زمن فانت لازم في الحتة اللي فوق ده يبقى عندك عدد لعيبة اكتر او على اقل ادل فرقة التانية عشان تقدر وتخلق فرص وتخلق فرص ازاي وانت اصلا بتلعب اربعة ضد ستة مثلا او اربعة ضد سبعة فده يدينا انطباع ان الراجل لا الراجل في الحتة الهجومية ما بيقلقش ودي الحاجة اللي برضو الواحد اقلق منها شوية ان انت بتلع فرقة كبيرة فكرة ان انت ما تبقاش عندك السبات الدفاعي شوية في الفرق مع الفرق كبيرة دي ممكن تطلط جون واثنين وثلاثة ويبقى شكلك وحش دي مش تجربة ان احنا هنقول ان الراجل يبقى يكمل او ما يكملش لا ده خلاص ده مشروع المفروض مكمل ان شاء الله لكن الفكرة بتاعت الراجل ان الراجل هجومي فما عنديش مشكلة بلعب اي حد بهاجل يعني من كلامك كده انت مقتنع ان كل اللي تولي المسؤولية اصيق يعني انا عندي علامة صفام كبيرة اوه كابتن رحم احنا نشتغل معنا مدربين وطنيين زي كابتن حسن البدري زي كابتن شوقي غليل زي كابتن احسب تجربة ايهاب جلال لان اسم تولي المسؤولية لا تحسبش لا تحسبش لا تحسبش لا تحسبش بس يعني في النهاية يعني الراجل مثل منتخب مصر ويشتغل مع وظهر مع منتخب مصر في ماتشاط راسميه وماتشاطه الدي تمام انا بكلم على تسعين دي اللي لعبهم يعني بشوف الطريقة مدرب وطني او مدرب اجنبي كيروش هكتور كوبر برادلي مرحلة ما بعد كابتن حسن شعاطة الغيات كلهم اتفقوا على انه دلق السلوب الامسل رغم انهم مدارس مختلفة منهم اجانب منهم مصريين منهم لاتينيين منهم اوروبيين لكن في النهاية اكتشفوا على انه دايما بنتشوف المنتخب المصري بيلعب كده حتى لما وصلنا نهاية بطولة افريقيا مرتين مرة مع كوبر ومرة مع كيروش بردو كون نعب كده حتى لما وصلنا كاس عالم بردو كون نعب كده هي قصة قصة امكانيات او قصة وجهة نظر مدير فاني او قصة انه هذه الطريع الانسب للمنتخب الوطني بس الفترة كابتن حسن شعاطة طبعا احنا كان معنا امكانيات ولعبة جمدة جدا عشان برضو ما نصدمش الناس دي ولكن في الاول في الاخر هو طلع منهم احسن حاجة اه كابتن حسن طلع منهم احسن حاجة تعامل نفسيا كان بيهاجم ممكن كابتن حسن في الوقت ده يقول لهم يرجعوا ودفعوا كنا هنبضل برضو بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي لكن هو الراجل حرر الناس خلى اللعيبة عندها تحرر وعندها كنا بنشوف بالخامسة و بالستة لعيبة كنا بنشوف شوئي بيشوت كنا بنشوف حسني بيشوت كنا بنشوف الناس كلها موجودة في تلت الملعب الامامي الفكرة اه امكانيات اه اوكي بس انت عندك وقت يعني احنا بنكاد الوقت على الحتة الوقت بتاع كابت النهاب طبعا ما ينفعش لكن كابتن حسان البدري اخد سنتين اه كان عنده وقت يقدر يشتغل على الحتة الهجومية والحتة الدفاعية و ازاي نطور و ازاي نربط الاجزاء بتاع الملعب ببعض هي الفكرة امكانيات حتى لو قليلة معك بس انت كمدرب شواطر بتطلع حتى لو امكانيات عندك 60-70% يعني اللعيبة اللي انا شايفها من غورج ومصر لا 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 هي تقال عليها امكانيات قليلة يعني لما اقول جوء يمكن احنا مخدوعين في المستقل اللي بتقدم عندنا هنا في مصر يعني لما اقول لعيبة مثلا زي عبد المنعم زي الوينش زي متولي ان شاء الله لما يبقى راجع بسرما زي احمد حجازي كخط ظهر معاهم اكرم توفيق معاهم احمد فتوح معاهم عمر كمال معاهم حمدي فتحي معاهم انني معاهم طارق حامد معاهم احمد سيد زيزو معاهم امام عشور معاهم مصطفى محمد وصلاح ومرموش وترزيجيق لا 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 احنا اشتراكم فيها دي لا او مشاققيسة جدا بس ها ها الفكرة كلها ان احنا لانطباع بتاع السنين اللي فاتت الراجل واضح ان هو جاي لا الراجل عايز يشوف ناس تانية ودخل عناصر تانية زي ما كيروش برده خلق فرص لناس كتيرة بصراحة لكن لا اللعيبة اللي عندنا لا تقدر تروح في حتة أحسن من كده بس لازم احنا أنا مبسوط بالمانشب بتاع بل جي كده ان انت تلعب لعب الكبار ايه مشكلة واخسر عادي احنا عندنا مشكلة احنا لما لعدنا السلغان في النهائي احنا كنا قلنين لعيبة وجمهور ودنيا كلها كتلقانة طب ليه احنا امتى باللعب الكبار وليل جدا احنا على طول بنعمل مانشبته دي مع مين يعني قبل الراجل ما يجي معلش اقوى فرقة لعبناه مين يعني كنت بتكلم من الاسبوع اللي فاتح انا مش فكر امتى منتخب مصر لعب فرقة تي لك واجه المتخب تقول ايه ممكن فكروني يا له بس في مطش البرتغال ده اقرب مطش لعبناه ده امتى ده مع كوبر ده ومن قبلهم زمان اعتقد طبعا كسر قرارات البرازيل وإيطاليا انا راجع لك بقى على 2010 يعني الامكانيات بتاعت اللعيبة اللي موجودة دلوقتي اقلم بتاعة 2010 مش كتير مش كتير لكن الامكانيات اللي موجودة الوقت لما تقول مرموش وتقول صلاح وتقول مصطفى محمد وتقول افشا وزيزو وحمدي لأ انت عندك لعيبة كويسة وعندك عناصر مختلفة يعني عندك السريع وعندك الرجل اللي بيقف على الكورة وعندك البصير عندك نوعيات وعندك اللي بيقع بلدماغه يعني لأ عندك نوعيات لعيبة كويس ولكن ايه لازم تتحرر تاخد ثقة وزي ما احنا منقول لازم نلعب الكبار وتخسر عادي المشكلة انت عامل مشروع فالقصة بتاعت المشاريع دي بتبقى عايزة مادة شوي لكن احنا هنشتغل بالحتة موضوع هيبقى صعب جدا